ازايكم? اهلا بكم على قناة بيموزة. اه مشكلة تسكت الشعر وفراغات الراس. دي مشكلة بتدايق اي حد بتحصل له بتتعب نفسيته جدا يعني سواء راجل او ست. المشكلة دي فعلا يعني مقلقة جدا وهي ممكن تحصل اصلا نتيجة اه او هي بعد كده بتسبب اه اكبر لما بتحصل كمان. اه علشان نحل المشكلة دي لازم نعرف اهم المواد الفعالة اللي بتحفز نمو الشعر. يعني احنا لما نحل لاي مشكلة بتندور على المادة الفعالة اللي هتساعدنا في حل المشكلة. مش هندور على اسم المنتج المشهور او اسم المنتج المعروف. اول حاجة اللي فلانا جربتها. لا احنا بندور على اسم المواد الفعالة. اه اللي بتسرع من تطويل ورجوع الشعر تاني لحالته الصحية. التركيبة اللي هعملها دي هو عبارة عن بخاخ. هي خلاصة اه اهم ثلاث مواد فعالة اهم تركيبة فعالة طبيعية ملاهاش اي اثار جانبية خالص ممكن نقلق منها وبتنفع لجميع انواع الشعر هقول لكم بالضبط تكوينها وكل حاجة وهي على فكرة بتجيب نتيجة هائلة جدا مع الاخذ بالاعتبار حاجة مهمة جدا احنا دايما بنقولها ان اي مشكلة بتحصل في الشعر سواء تساقط او 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 تقصف او اي مشكلة الاول بنبدأ بالفيتامينات فانت يعني ممكن تعملي بخاخ تعملي اي حاجة علشان فروة راسك ده بعد خطوة اخذ الفيتامينات اللي المخصوص بتكون مخصوص للشعر وبتكون متوفرة في الصيدليات آآ بتاخذ الفيتامينات نعمل بقى حاجات تحفز نمو الشعر على آآ على فروة الراس آآ فده البخاخ ده هنعمله بجانب خطوة الفيتامينات فهنرش منه على فرغات الشعر ويعتبر برضو ايه والافضل ان هنرش منه على كل فروة الراس مش بس المناطق اللي فيها تساقط آآ في الشعر او المناطق اللي فيها فراغات لا احنا بنرش منها على كل فروة الراس قبل عمل آآ قبل الحمام بآآ ساعتين تقريبا يعني قبل ما تغسلي شعرك بالشامبو بساعتين بترشي من البخاخ ده اللي هنعمله اللي فيه اهم تلات مكونات بتحفز نمو الشعر ومفيدة جدا وغني عن التعريف يعني اول مكون آآ هقول لكم عليه هو ده 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 على فكرة مش حبة البركة عشان بس ما تتلعبطوش ده اسمه آآ دي بزور البصل بزور البصل بتتجاب من العطار وهي مفيدة جدا آآ هي شبه حبة البركة ولونها اسودو كل حاجة بس هي مشهورة جدا في العشاب الطبية بان هي مهمة جدا للشعر بتمنع وبتقلل تساقط الشعر وبتاول جزور باضافتها للتوم التوم برضو معروف يعني احنا كده معانا بزور البصل ومعانا فصين توم ومعانا زيت الخروع ماشي بس هقول لكم على في خطوة مهم احنا مش هنضيفهم التلاتة على بعض كده وخلص احنا بنتحم بزور البصل وبتحطيها لو عندك ميكرويف بتحطيها في الميكرويف تسخن او مش عندك ميكرويف بتحطيها على الطاصة بس تسخن شوية لان بزور البصل لما بتدفع بتخرج كل الفوائد اللي فيها عبارة عن بتخرج عبارة عن زيود الزيود دي اللي احنا عايزينها هي دي اللي هتفيدنا في شعرنا ووف تتقيله فاحنا الاول بنتحمها وبعدين بندفيها سواء في الميكرويف او على النار وبنضيف هنا معلقة في البخاخ ده كده معلقة من بزور البصل وبنتحم فصين التوم تمام اهو جوه جوه البخاخ اهو فصين توم وبزور البصل المطحونة لسخنها ومعلقة من زيت الخروع وبنرجها كويس جدا جدا وبنستخدمها زي ما قلت وبنسيبه على شعرنا يعني مدة ساعتين علشان يجيب نتيجة وحاولي بعد ما بتحطيه بايديك كده وتدلكي شعرك وفروة راسك كويس في كل يعني بكل ايدك كده بالعشر صوابع بتدلكي كويس فروة الراس علشان المنتج يوصل لجدورك جدور الشعر ويعمل فعلا نتيجة ومفعول ويحفز نموه الشعر ويتققله اه مع تكرار كل مرة الموضوع ده مرة كل اسبوع اه هيساعتك جدا ويا رب اكون في التوكم اشوفكم بخير باي باي اشتركوا في القناة